بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة سنتنا واليوم الظاهرة معقدة جدا حيرت العلماء حتى الآن لم يعرفوا أسبابها لم يستطيعوا علاجها على الرغم من الملايين التي أنفقت على أبحاث دراسة ظاهرة تسمى الموت المفاجئ أو موت الفجأة إلا أن العلماء حتى الآن يقفون عاجزين أمام تقدم هذه الظاهرة وانتشارها في السنوات القليلة الماضية واليوم ما هي أسباب هذه الظاهرة؟ هل يمكن الوقاية منها؟ لماذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شرها؟ هل هناك آيات من القرآن يمكن بتلاوتها أن ننجو من هذه الظاهرة بإذن الله؟ طيب ما هو مصير من مات موتا مفاجئا إن كان مؤمنا أو غير مؤمن؟ طيب ما هلاقت هذه الظاهرة باقتراب الساعة؟ لماذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام كشرط أساسي من شروط اقتراب الساعة أن تتحقق هذه الظاهرة وبالفعل نراها اليوم؟ كل هذا سنتناوله في هذا اللقاء المهم أرجو أن تتابعوا معنا حتى آخر الحلقة لأن هناك معلومات مهمة أتمنى أن يتعرف عليها الجميع لأن هذا الموضوع يهم كل واحد مننا كل واحد مننا سيموت أيها الأحبة كل نفس ذائقة الموت لذلك أي دراسة أو أي بحث عن الموت ينبغي أن تهتم به أخي الحبيب لأن الموت قد يأتيك بعد ثانية قد يأتيك غدا الله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لذلك أنت تعرف تاريخ ولادتك تاريخ ولادتك تعرفه جيدا ولكن الله أخفى عنا لحظة الموت أو تاريخ موتنا رحمة بنا لنبقى نتمتع بهذه الحياة ونعمل ولدينا طموح وأمل ولكي يعطيك الله الفرصة تلو الفرصة لتتوب إليه وترجع إليه لذلك أي بحث أو دراسة يتعلق بالموت أنا بنظري كل إنسان يجب أن يهتم به لأنه سيلاقي هذا المصير أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يعني لا ينجو لا فاجر ولا ظالم ولا طاغوت ولا مؤمن الكل سيموت كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى طيب هذه الظاهرة متى بدأت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرت موت مفاجئ غير معروفة أيها الأحبة كانت نادرة الحدوث وقبل مئة سنة مثلا كانت هذه الظاهرة نادرة ولكن في السنوات الماضية القليلة أصبحنا نسمع كل يوم عن موت شاب لا يعاني من أي شيء مات فجأة إنسان يقف مات إنسان نائم أصبح ميتا يعني انتشرت بشكل كبير دعونا نأخذ أولا الجانب العلمي من أول من نشر أو من درس هذه الظاهرة هذه الظاهرة درسها عالم اسمه فرامنجهام وبدأت هذه الدراسة وسميت باسمه بدأت عام 1948 يعني قبل 76 سنة من تاريخ اليوم وتقول الدراسة إن أكثر من نصف يعني أكثر حتى من 60% من الذين شاركوا في هذه الدراسة ماتوا ودرست حالات موتهم بطريقة دقيقة جدا والدراسة فيها تفاصيل دقيقة عن موت كل شخص وعن تاريخه المرضي أو الطبي طبعا بيّنت الدراسة أن الرجال في عمر من 45 إلى 75 والذين ماتوا بسبب أمراض القلب يعني هذه الدراسة شارك فيها الآلاف هناك فئة من الناس من عمر 45 إلى 75 هؤلاء هذه العينة ماتوا نتيجة أمراض قلب 60% منهم مات موتا مفاجئا دون سابق إنذار إذن الموت المفاجئ ظاهرة منتشرة ليست نادرة قد تصيب الكبار وقد تصيب الصغار وقد تصيب الشباب إلى آخرين فبيّنت هذه الدراسة أن سبب الموت القلب المفاجئ هو الاضطراب المفاجئ الذي يتولد نتيجة عدم الاستقرار النفسي ويقولون مهما كانت العناية مشددة وحتى لو تم إصعاف المريض بكل الوسائل إلا أن العلماء أو الأطباء يفشلون في إيقاف الموت المفاجئ لذلك وسائل الطب الحديث استطاعت علاج بعض أنواع السرطان واستطاعت إيجاد علاج لبعض الأمراض الوبائية التي كانت مستحيلة العلاج في الماضي واستطاع العلماء علاج الكثير من الأمراض ولكن الموت المفاجئ ليس له علاج وهو الظاهرة بدأت في العصر الحديث تنتشر وكل يوم هناك زيادة في أعداد الذين يموتون موتا مفاجئا طيب قد يقول قائل ما هو الموت المفاجئ كيف يعرفه العلماء الحقيقة هذه الدراسة تعرف أن الموت المفاجئ هو الموت الذي يتم خلال ساعة بدءا من ظهور الأعراض ولا يمكن إيقاف هذا الموت مهما فعله حتى لو كان داخل المشفى قد يظن البعض أن المريض إذا كان داخل المشفى وكل محاط بكل وسائل الرعاية الطبية أنه ينجو من الموت مفاجئ لا هذا غير صحيح الدراسة تقول الذين يموتون موتا مفاجئا عشر بالمئة منهم يموتون داخل المشفى وتسعين بالمئة خارجها يعني هؤلاء العشر بالمئة الذين يموتون داخل المشفى هؤلاء أكيد يتوفر لهم كل وسائل الرعاية إلا أن كل هذه الوسائل تفشل في إنقاذهم من الموت المفاجئ في أمريكا طبعا يعتبر السبب الأول للوفاة هو أمراض القلب وتبلغ النسبة 28% من حالات الوفاة هذه إحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية التقارير تقول إنه في عام 2001 مات بحدود 700 ألف إنسان بسبب أمراض القلب وذلك فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بحدود 300 ألف منهم ماتوا موتا مفاجئا بسبب أمراض القلب يعني لم يتمكن الأطباء من إنقاذهم هذه الإحصائيات تؤكد أيضا أن نسبة الموت القلب المفاجئ تزداد على مستوى العالم واللافت في هذه الدراسة أن الرجال أسوأ حظا من النساء فالرجال يتعرضون للموت المفاجئ أكثر من النساء بثلاثة أضعاف وهذا الطبيعي لأن قلب المرأة أقوى من قلب الرجل في تحمل الضغوط النفسية يعني هذه حقيقة أيها الأحبة أن قلب الرجل دائما أو أن الرجل هو الذي يتحمل القسم الأكبر من الضغط النفسي من ضغوط الحياة فإذن هنا أيها الأحبة يعني كل الأبحاث والدراسات استطاعوا مثلا تخفيض وفيات ناتج عن كثير من أنواع الأمراض إلا موضوع الموت المفاجئ النسبة تبقى ثابتة أو تتغير يعني تزداد باستمرار طيب ما هي أسباب هذه الظاهرة لماذا يموت إنسان موت مفاجئ وإنسان آخر لا يموت العلماء يعتقدون أن الضغط النفسي له تأثير كبير أيها الأحبة يعني قد يبدو شاب أمامك لا تظهر عليه أي أعرض يبدو بصحة جيدة ويعني كل أجهزة جسده تعمل بطريقة رائعة على الرغم من ذلك يموت موت مفاجئة أنه عندما قام العلماء بدراسات متعددة حول هذه الظاهرة وجدوا أن الضغط النفسي الذي يتعرض له الإنسان يؤدي إلى مشاكل وتراكمات تنعكس على نظام عمل القلب مما يزيد احتمال الموت القلبي المفاجئ طبعا المرحلة الأكثر تعرضا للموت المفاجئ هي الأربعينات والخمسينات من العمر يعني من أربعين إلى خمسين سنة فهذه الفترة يكون فيها الإنسان في أشده يعني عقله اكتمل وفي قمة قوته تعلمون أن بعد سن الأربعين تبدأ الانهيارات والتنكسات في الدماغ وفي الجسد بشكل عام يعني هو يبلغ أشده كما قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى فضروري أيها الأحبة من بلغ سن الأربعين ليحذر لذلك القرآن هنا ذكرنا هذه الدراسة تذكرك تقول من سن الأربعين احذر أيها الإنسان قد تتعرض لموت مفاجئ القرآن ماذا قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة بلغ أقصى قوته قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك يعني يا رب ألهمني وأكرمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك فالتوبة مطلوبة أيها الأحبة يعني رسالة لكل إنسان بلغ الأربعين أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسارع في أعمال الخير وأن يسارع في العبادة وأعمال البر لأن هذه الأعمال أعمال البر أصلا تصرف عن كشر الموت مفاجئ نحن تحدثنا كثيرا عن دراسة طويلة لجامعة هارفرد وجدت أن الذين شاركوا في هذه الدراسة وعاشوا أعمارا طويلة وتمتعوا بصحة أفضل ونظام مناعي أقوى كانوا من النوع الذين يحسنون للآخرين يقومون بأعمال بر يقومون بأعمال يعني فيها خير تقديم خير تسمى أعمال تطوعية وبالتالي هنا القرآن يعلمنا أن نحسن للناس يعني أن نعمل من الصالحات العمل الصالح ليس هو العبادة فقط أيها الأحبة بالعكس قد يكون بعض الأعمال الصالحة أهم من الصلاة والصيام إصلاحه ذات البين كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح الدعوة إلى الله مهمة جدا أن تنقذ إنسانا من الضلال أو من الموت أن تساعد إنسان محتاج أن تمشي في حاجة أخيك هذه كلها أعمال البر تطيل العمر وبالتالي تصرف عنك شر الموت المفاجئ يقولون أيضا إن التدخين وهذه رسالة المدخنين أحبتي في الله من يدخن ينتبه معي التدخين يرفع احتمال الموت المفاجئ ثلاثة أضعاف ثلاثة مئة بالمئة إذا كنت من المدخنين فإن احتمال أن تموت موتا مفاجئا يرتفع لديك الاحتمال إلى ثلاثمئة بالمئة تصور فهذه رسالة تحذير قوية لكل من يدخن أن يتوقف الآن نهائيا لأن القضية فيها قضية حياة أو موت وهي نوع من أنك ترمي نفسك في التهلك الذي نهى الله عنه الله سبحانه وتعالى ماذا قال وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ فإذا كنت من المدخنين أخي الحبيب فأنت احتمال أن تموت موتا مفاجئا احتمال ثلاثمئة بالمئة لذلك احذر ووفر أموالك ووفر صحتك وأحسن للناس يعني هذا المال الذي تدخن فيه هذا الثمن أحسن فيه للناس أنفقه فتكون ممن أحبهم الله وتزيد في عمرك وتزيد في صحتك وتستمتع بالحياة أكثر طيب هل يوجد علاج لهذه الظاهرة ظاهرة الموت المفاجئة الحقيقة حتى الآن لا يوجد أي علاج لهذه الظاهرة إذا جاء الموت المفاجئ مثل الزلزال سبحان الله على الرغم من كل الدراسات وكل الأجهزة التي يضعها العلماء لقياس حركة الزلازل ولرصد النشاط الزلزالي إلا أن الزلازل حتى الآن تضرب من دون سابق انذار كذلك الموت المفاجئ يضرب الإنسان دون سابق انذار والعلماء فشلوا تماما في إيجاد علاج لهذه الظاهرة ولكن طبعا يقدمون لنا نصائح النظام الغذائي التخلص من الضغط النفسي وطبعا لدينا نحن شيء أيها الأحبة الملحدون فقدوه للأسف ميزة في الإسلام هي الصبر هي مفتاح الجنة هو علاج الصبر علاج أخي الحبيب لأمراض العصر للضغوط النفسية كيف تتخلص من الضغط النفسي بالصبر والصبر إذا كان ابتغاء وجه الله كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وقال أيضا والذين صبروا باتغاء وجه ربهم هذا الصبر هو أولا مفتاح الجنة يوم القيامة لأن الله تعالى يقول عن الجنة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإذا هذا الأمر مهم جدا هو علاج يخفف الضغط النفسي الضغط النفسي ينتج نتيجة ماذا عندما تتعرض لمشكلة لا تجد لها حلا أنت تعرض لظلم وأنت عاجز لا تستطيع فعل شيء تتعرض لضائقة مادية وأنت عاجز فتتراكم هذه الضغوط حتى تهلك صاحبها الصبر يعطيك نافذة من الأمل يزودك بطاقة هائلة من الأمل بالله وبالتالي هذا الأمل يجعلك أكثر صحة وأكثر سعادة في هذه الدنيا مهما كانت ضغوط قوية جدا لذلك حتى نحن ذكرنا ذات مرة دراسة أن الإنسان المؤمن بالله الواثق بالله حتى لو كان غير مسلم الشرط أن يؤمن أن الله قادر أن يشفيه يتماثل للشفاء أسرع من الملحد الذي ينكر وجود الله ويتعرض لآلام أقل يعني لديه قدر على تحمل الألم أكبر من الملحد الذي ليس لديه أمل ما هو الإلحاد أيها الأحبة؟ أنا إذا أردت أن ألخص لك الإلحاد بكلمة أو بعبارة قصيرة جدا أقول لك الإلحاد هو اليأس باختصار مجرد أن دخلت في طريق الإلحاد دخلت في طريق اليأس لذلك هنا هذا المعنى أدركه السيدنا يعقوب عليه السلام عندما قال لبني يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله لماذا؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يقول سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الصبر أخي الحبيب هو مفتاح علاج الضغوط النفسية وكل الأنبياء صبروا كلهم صبروا وسيدنا محمد هو أكثرهم صبرا على البلاء صلى الله عليه وسلم لأن منزلته عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى طيب نعود لموضوع الموت المفاجئة هل هناك أساليب للوقاية من هذا الموت؟ الحقيقة أنا لدي آية في القرآن الكريم مهمة جدا أن نقرأها ونحفظها الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن أخي الحبيب أكثر ما يجعل قلبك مطمئنا هو ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله هو القرآن وذكر الله هو الأذكار التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك إذا أردت أن يعني تقي نفسك من شر هذا الموت بإذن الله سبحانه وتعالى فأكثر من ذكر الله لأن ذكر الله يهدئ ويطمئن القلب ويجعلك أكثر استقرارا لماذا خذ على سبيل المثال قصة سيدنا يوسف هي مواساة لكل إنسان مهموم لكل إنسان يائس لكل إنسان فقد الأمل من من حوله كل من كان حول سيدنا يعقوب عليه السلام فقدوا الأمل أن يعثروا على يوسف انتهى مضت سنوات طويلة عشرات السنين كلهم يائسوا إلا سيدنا يعقوب عليه السلام كان يزرع الأمل فيهم يا بنيا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لذلك اليأس يعني ماذا الكفر فالإنسان الذي يدخل في طريق الإلحاد دخل في نفق من اليأس لا يخرج منه إلا إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى طبعا هنا أيها الأحبة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشار إلى أمارات الساعة يقول عليه الصلاة والسلام إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من موت الفجاءة ومن فجاءة نقمة الله سبحانه وتعالى ويستعيذ من كل شيء مفاجئ لأن المفاجئة تعني البغتة تعني أن الإنسان غير مستعد للموت فلذلك أيها الأحبة هنا أيضا يمكن أن نقول إن المؤمن الذي يزداد إيمانا بالله ويصبح قريبا من الله الله يكرمه ويعطيه إشارات لاقتراب الأجل لكي يقوم ببعض الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها مثل الوصية مثل تدبير حاجات أولاده أو من حوله وهكذا لذلك أيها الأحبة هذه الظاهرة ربطها النبي عليه الصلاة والسلام باقتراب الساعة يعني في زمن نبيكم عليه الصلاة والسلام حقيقة لم يكن أحد يسمع بهذه الظاهرة النبي تحدث عنها في ذلك الوقت وبما أنها بدأت تظهر الآن في العصر الحديث وفي السنوات القليلة الماضية ولا زالت تظهر وتكثر فهذا مؤشر على اقتراب الساعة وهذه نصيحة نبوية لنا يعني عندما ربط النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم اقتراب الساعة بظهور الموت المفاجئة ما معنى أن يظهر يظهر يعني ينتشر فانتشار هذا الموت المفاجئ وزيادة أعداد من يموتون موتا مفاجئا هذا الأمر ينبغي أن يكون إنذارا لنا لنعود إلى الله لأن كل واحد معرض لهذا الموت أيها الأحبة كل إنسان معرض ولكن ما مصير المؤمن الذي يموت موتا مفاجئا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن موت الفجأة عندما سئل عنه قال موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر يعني الكافر يتحسر ويتأسف ويأتيه الموت حسر عليه يعني لا توجد فرصة للتوبة بينما المؤمن أولا يرتاح من هذه الدنيا الملائكة تبشره بمقعده من الجنة المؤمن إذا مات موتا مفاجئا يجد أن الملائكة هي التي تأتي وتبشره بالجنة وبشراكم اليوم وكما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يعني هذا المؤمن الذي مات موتا مفاجئا هو الآن لا يحزن ولا يخاف بل هو فرح وأبشر هو مستبشر ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بماذا بالجنة التي كنتم توعدون هذا الإنسان الذي مات الآن موتا مفاجئا لا يتمنى أن يعود للدنيا إذا كان مؤمنا ولكن الكافر يتحسر على نفسه ويقول كما قال تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فالكافر لا يعطى فرصة أبدا للتوبة لأنه أعطي كل الفرص تنفذ فرصهم وبالتالي أخي الحبيب يعني صحيح أن الموت يأتي فجأة ولكن المؤمن له كرامة عند الله الله يرتب يدبر له الأمور فيأخذه بتوقيت مناسب ويكرمه لحظة الموت فملخص هذا اللقاء أخي الحبيب موت الفجأة بدأ يظهر في الآونة الأخيرة وبدأ يكثر وسيكثر في الأيام القادمة وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لنحذر لأن موت الفجأة مرتبط باقتراب الساعة فينبغي علينا أن نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نستعيذ بالله من شر موت الفجأة وشر أي شيء يأتي فجأة لنا ونكون قريبا من الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل عندما تتوكل عليه هو الذي يدبر أمورك هو الذي يختار لك الوقت المناسب للموت الله بيده الموت يأتي بإذن من الله عز وجل لا يموت إنسان لا بسبب حادث ولا بسبب أي شيء آخر إلا بإذن الله يجب أن يصدر الإذن من الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله فينبغي أن تعتقد أن موتك بيد الله وحياتك بيد الله ورزقك بيد الله وأن كل شيء في هذا الكون هو بيد الله هذا الاعتقاد يريح النفس أخي الحبيب ويجعلك أكثر قدرة على تحمل صعوبات الحياة لأن المؤمن مبتلى كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لذلك نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين صبروا ابتغاء وجه الله واصبر وما صبرك إلا بالله وأن يجعلنا من الفرحين بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق